وجه أعوض مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح لجنة الطوارئ في الساحل الغربي بمواصلة إغاثة المتضررين من السيول وتطوير آليات الاستجابة للوصول إلى كافة المتضررين وتقديم العون اللازم لهم دون تأخير وشدد أعوض مجلس القيادة خلال ترأسه اجتماعا موسعا عبر الاتصال المرئي مع لجنة الطوارئ لمتابعة سير العملية الإغاثية شدد على ضرورة توسيع دائرة الاستجابة والوصول إلى كافة منازل المتضررين وإشراك المجتمع المدني والقطاعات الشبابية الفاعلة في هذه المهمة الإنسانية وأكد طارق صالح أن اللحظة تستدعي بدل كل الطاقات وأن يتحول الجميع إلى مشروع مقاومة ضد الحوثي لافتا إلى أن استجابة المقاومة الوطنية الفورية جاءت انطلاقا من مبادئها في إغاثة الملهوف والمحتاج إلى جانب دورها العسكري في معركة استعادة الدولة وأشار طارق صالح إلى الأساليب التي يستخدمها الحوثي للمساسب الهوية الوطنية وتجهيل الأجيال مشددا على أهمية مواجهة هذه الموجة التضليلية بخطوات عملية إنسانيا وتنمويا وتربويا والتمسك بالأهداف والمبادئ السبتمبرية والأكتوبرية لمكافحة هذا العمل الخبيث وألفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى المزايدة الحوثية باسم القضية الفلسطينية بينما لم يقدم الحوثيون شيئا للفلسطينيين منبها إلى أن حماقات الحوثي تعود بتبعاتها الكارثية على الشعب اليمني وأعرب طارق صالح عن بالغ شكره لكل من ساهم في عمليات الإنقاذ والغاثة منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة سواء من القطاع المدني أو العسكري مترحما على أرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في إنقاذ المتضررين ترجمة نانسي قنقر